افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان ادك دبي الفين واثنين وعشرين والذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجارية العالمي بمشاركة أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم وقام سموه بجولة في المعرض رفقه خلالها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي حيث زار سمو ولي عهد دبي عددا من منصات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة وطلع سموه على أبرز ما تقدمه من حلول وما تنفذه من مشاريع تسهم في دعم قطاع الأسنان وصحة الفم والارتقاء بالخدمة التشخيصية والعلاجية كما استمع سموه إلى شرح حول مجموعة من أحدث التقنيات الطبية المتطورة والمبتكرة في قطاع رعاية الصحية والتي تعرض من خلال هذا الحدث المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي 66 ألف مشارك من 155 دولة بينما تستعرض الشركات المشاركة ما يقارب 4800 منتج مبتكر في مجال الحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان والتي سيتم عرضها ضمن ثمانية قاعات في المركز التجاري العالمي بالإضافة إلى قاعات المؤتمر المرافق وقاعات مخصصة للدورات التدريبية المتخصصة هو رش العمل وعرض الملسقات العلمية والمسابقات الطلابية كما يشمل المعرض 22 جناحا عالميا يمثل أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طب الأسنان وتنقش أجندة المؤتمر هذا العام مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد أطباء الأسنان والمختصين في التعرف على أبرز الوحوث العلمية المتعلقة بتجميل الأسنان والتكنولوجيا الرقمية في طب الأسنان والعناية بالفم وجراحة الفم والوجه والفكين وعلاج أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وعلم الأشعة في طب الأسنان والأسليب الحديثة المستخدمة في ترميم الأسنان واستخدام الروبوتات في طب الأسنان وغيرها ترجمة نانسي قنقر